موسيقى من المتعارف عليه أن المرأة هي الأكثر اهتماماً بمظهرها الخارجي وأناقتها لكن كل ذلك في الماضي موسيقى الدكتور الفاشونيستا هو مصطلحاً احتوى الفتيات في فترة ما اليوم أصبح الرجل منافساً قوياً ولا يستهن به السفر المظهر والحياة اليومية أصبحت كل ما يهمهم بالرغم من أن طبيعة عملهم تختلف تماماً عما يقومون به هل أشغلتهم اهتماماتهم عن وظيفتهم والرسالة السامية التي تحملها؟ ولكن يظل تساؤلنا عن ما هي حقيقة الدكتور الفاشونيستا رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير وشفنا الدكتور الفاشونيستا اللي رح يكلمنا عن الدكتور محمد خان مساء الخير يا دكتور مساء النور يا مروح هلا بك أهلا بيكي الحلقة الحين اليوم لابستك سكارف أنا ساير فاشونيستا كمان ما شاء الله تبارك الله يعني أنا من شفتك لابس سكارف قلت اليوم مستعد على شان موضوعنا أمري خلينا نتكلم دكتور منك ناخد تعريف مفصل عن الدكتور الفاشونيستا هو مصطلح دكتور فاشونيستا هو عبارة عن يعني نوعاً من النقطة في الطب احنا بنعرف دائماً على مدى الأزمان الدكتور لازم يمثل بعض الخصائص لازم يمثل الثقة الاحترام أنه إنسان تقدر تتكلم معه شكله نظيف شكله مهذب حتى في إلى الآن ما زلنا في بعض الدول أنه الطبيب لازم يكون يرتدي الربطة العنق لأنه يعطي لها المظهر أو المحترم أو القادر على الاحترام لكن الآن بنشوف حالياً أكتر وأكتر بالذات في السوشيل ميديا الموضوع هذا شكل المظهر الخارجي للدكتور خرج عن الإطارات المتعارفة عليها من الاحترام والثقة وأنه شكله مهذب ونظيف إلى أمور أخرى أكثر سرنا نشوف الدكتور اللي في حاطة ميكياج أو لابس أو حاطة بوز أو بطالة في المراية يعني أشياء ما هي حرية شخصية للشخص إذا كان في أكاونت حقه الشخصي ولكن لما نحن بنسوق أو بنعلن عن وظيفة الدكتور بنلاقي أن هذه الإميج صارت منتشرة زي ما حاطة نبينه في التقرير في التقرير يعني كم دكتور فاشيونيستة الآن عندنا في السعودية؟ كثير يا مروين أنت افتح الإنستغرام كم أكاونت في إنستغرام؟ والله كثير دكتور إذن دكاترا من هنا كثير الدكاترا فيه من جميع الأنواع ولكن هذه الفئة من الدكاترا اللي بيصاروا فترينة لما يبيعوا فبالتالي كانت تريد أنفها شو في أنفي بشرتي هنا فهذه الأشياء بنشوفها إحنا الآن أكثر يعني كلهم في مجاله ولكن بنشوفها أنا بشوفها في مجال التجميل سارة حكاية أكثر يعني الليزر حقة البشرة والليزر هير رموفل وبعض النواع من المكياج للبشرة صرت أشوفها أنا دصور أكبر يعني ما جت على كذا يا دكتور يعني فيه ناس بعد يسوون شي اسمه هذا البوتوكس الحقن حق اليد؟ طبعا طبعا هذه الأشياء سهلة حاجة على اليد هانت ما منها مشكلة ولكن نحن بنشوف في بعض الأشياء حتى المظهر حتى طريقة التصوير أو طريقة العرض في أدوات التسويق اللي نتكلم عليها من إنستجرام تويتر وفيسبوك بنلاقي البوز في بوزات يعني كأنه واحد إنه فاشن ماجزين ولا في مجلة ما عرف يعني ما لا علاقة بالطيب راح الحد الفاصل بين ما هو متقبل للمجتمع في المهنة هادي وبين الشكل المرغوب عموما الناس كلها تسعة إنه يصير شكلي جميل شكلي مرغوب شكلي مثير للجنس الآخر وانتهينا خلنا نحسن النية دكتور خلنا نحسن النية يعني هو لما مثلا نجي دكتور تجميل يسوي مثلا شفايف أو يسوي ليزر بشرة أو مثلا يسوي كمان ليزر حواجب ربما هذه متطلبات العصر يعني ما نقدر نقول أنه عشان يجذب البنات أو عشان السيدات إنهم يجون يسوون عنده تجميل ما ندري ما ندخل في نوايا الناس لا ما ندخل في نوايا الناس ولكن في أشياء طبيعية واحد يبيض أسنانه أسنانه تكون نظيفة بشرته تكون مستحيل تروحي لدكتور جلدية ووجهك الأحبوب ولا تروحين لدكتور تجميل ورجوله كلها مقشرة ولابس شب شب يعني فيه أمور منطقية ولكن الأمور لما تتعدى عن الحد زي ما بنشوفها الآن يعني كمثال يعني واحد بيحقن إبرة في وجه في فيلم سناب شات فأنت بتوري الحقن طب ما له داعي العضلات يعني ساد الكاميرا يعني عارف هذا شيء وهذا شيء أنت بتسوق للعضلات ولا بتسوق للموضوع اللي بتحقنه فهذا اللي بنشوفه إحنا الآن الحكاية سارت خارج إطار التوصيل المعلومة إلى تسويق أمور موازنة ربما يعني هي حالة نفسية درسوا حالة السيدات يمكن لقوا أنه الدكتور اللي مسوي مثلا تجميل أنه ناجح تجميلة ممكن يتقبلون أكثر أنا هذا الحقاية لأسألك أنا ما على علمي فيه دراسة كذلك ما سألنا دكتور جوجل قبل كذا ما على علمي فيه دراسة تبين أنه الدكتور اللي مفتول للعضلات ولفحته الشمس يكون ناجح أكثر في عمله طب خلني أقول لك شيء أمس سألت هالسؤال على تويتر وشوف إيش ردوا السيدات وشوف إيش ردوا الرجال السيدات وف صالح وترحال وسحر قالوا إيوة بعضهم يعتمد على شكله عشان يجذب الجنس الآخر وبالتالي يصدقونه هذا يعني أنا جبت لك ثلاث آراء من آراء السيدات طب عراء السيدات كانت وقت تقول لك بعضهم يعتمد أنه بيسوي الشغلة هذه اللي يجذب النساء مو معناته أنه جذبهم فهذا سؤالي النقطة هذه أسلوب معروف وكيف هذا يوصل لي أنه أنت دكتور شاطر فاللي بتعمله الشكل الجميل إيش علاقته الفنان الجميل مو معناته ممثل ناجح فالبالتالي ليش الدكتور الجميل معناته طبيب ناجح صح أو لا؟ صحي الرجال ويش قالوا؟ مش عال قال لا طبعا مقياس نجاح زميلة هذا ما هو مقياس نجاح زميلة اللي يسوى للسجميل هذا الرأي هذا اللي إحنا بيشوف أنت لما بتسوق بالشكل هذا بتسوق لغيرك يعني أنا بأعرف قصة شعرك حتفيدني في إيش لما أعرف كيف حتقصة لبطني ما لهم علاقة ببعض نواف قال بعضهم ينسب هالنجاح وينشهر وبكذا يصير عليه إقبال كبير يعني هم فاهمين اللعبة يعني بعض الرجال فاهمين اللعبة بالضبط إحنا وصلنا في مرحلة يا مروة أنه كل جديد ومختلف يجدب الانتباه وبالتالي يصير الإنسان مصلط عليه الضوء فيقدر يبيع اللي يبغاه أنا أعتقد من هذا المنبر أي شي جديد بتخيير بتقدميه حتى لو بشكل جديد أو لو شكلك ما هو يمثل الوظيفة هذه يجدب إليك انتباه أكثر وبالتالي تصير عرض للأضواء وبالتالي يفسر أنه أنت تكوني مشهورة أكثر السؤالي لك هلو الدكتور الفاشنستا سبب في هدم العلاقات الزوجية رح نتجاوبنا أكيد عليه بعد هذا الفاصل دكتور خلك معنا مشاهدينا بعد هالفاصل أكيد رح نتابع الدكتور الفاشنستا مع الدكتور محمد خال نرجع سبب في هدم العلاقات الزوجية أرجعنا بعد الفاصل نتابع ما بدنا معكم قبل الفاصل مشاهدينا والدكتور محمد خال رح يجاوبنا على السؤال اللي سألناه لكن بعد هذا التقرير كيف كانت أراء الناس هنشوف استطلاعنا الرأي عن الدكتور فاشنستا بعده رح يجاوبنا الدكتور همشيني أتعالج عند أي دكتور بس همشي يكون كويس ودكتور نفسية يعني تكون مرتاح ل يهم لي طبيب الأسنان مثلا يعني أشوف أسنانها حلوة كذا أتحمس تعالج أشوفها وصخة أبطئ أكيد أكيد مهم أكيد مهم في بعضهم رأيين سوابك أنا ما تعالج عندهم صراحة هل تم النظافة كذا يعني أكثر من شكل همني دكتور مكانياته قدرته على الإلاج يعني همني يكون يعني المستشفى كذا العيادة تكون يعني مرتبة فيها فيها الأجهزة المطلوبة الشيء زي كذا يعني يا عادي عادي الله خلقين مو مهم شكلة أنا زين أو شين بس مهم أني أرتاح لنفسيين يعني في بعض مرات تدخل عند العيادة الدكتور يا أخي ما ترتاح نفسيا فتحس أنك ما ودك تكمل وتطلع لا أهم شيء أسنانه كويسة يعني إذا هو دكتور أسنان أكيد تكون أسنانه كويسة لا عادي أنا أكثر ما أعجي دكاترا سودانيين وتعالج هذا أكبر دليل بسراحة على حسب نوع التخصص إذا كان دكتور أسنان أكيد يهمني يعني المظهر بالنهاية أهم شيء نظافته طبعاً إذا كانت أسنانه كويسة وإذا كانت دكتور باطنية دكتور كذا يعني على حسب أكيد يهمني لا الشكل أكيد شيء طبيعي موان أكيد طبعاً يهمني شكله من داما أكيد أهم شيء نظافة أكيد الشكل يعني هذا أهم شيء إيه همني إذا كان دكتور تجميل يهمني أن أشوف الشيء اللي هو مشتغل فيه عشان أقدر أتقف فيه والله بالنسبة للطاقم اللي يعمل في المساشفة دائما يكون من حسن مقابلة الجمهور هو الاعتناب المظهر والنظافة لكن يوم شفنا دكاترا تجميل أشكالهم وحشة وشغلهم يعلى علي أهمني عشان الشغل حقه ويشوف أنه متاس شغل أو لا ها دكتور ها دكتور شرايك بعد سطلع الرأي اللي شفتها من شوي موافق معهم ناس معه ناس طد لا موافق معهم 100% كل الشباب والبنات قالوا يهمنا المظهر أن يكون نظيف وملاعم اللي قالت حتى أسنانه تكون نظيف أنا ماذا قلت لك؟ ما هتروح يا دكتور أسنان هو ما عنده أسنان أو دكتور جلدية ووجه حبوب اللي احنا بنتكلم عليه أنه أنت داخل تلاقي مهند قاعد لك في الأيادة أو يتقمص شخصية مهند هذا اللي احنا بنقصد عليه دكتور فاشينيستا أما الدكتور اللي هو مظهر وليزم يكون نظيف في واحد من الشباب قال والله يا مناس دكاتر التجميل شكلهم يعني عرة ولكن شغلهم لا يعلى عليه طب هذا هو الكلام في الأخير الطبيب يمث يؤدي وظيفة لا تاني ما الطبيب يؤدي وظيفة؟ ويش الظاهر اللي قاعدين يشوفها الحين أن الدكتور يسوي ميكوب أو يسوي تجميل عشان يفت نظر ويجذب هذه نقطتنا اللي احنا بنتكلم فيها وهذا هو أساس موضوعنا الدكاتراء وفي بعض الغير الأطباء بيلجوا إلى أمور ثانوية لاجتذاب المهنة واجتذاب الصنع واجتذاب السوق لكن اللي أنا عجبني وصراحة ريحني وأشكر فريق الإعداد لأنه أخيرا طلعنا معهم وسوينا على نقط كنت مثيرة للجدل بالشكل هذا لقينا الناس فعلا ما يهمها الناس مهمة الناس أهمها الوظيفة الناس واعية احنا الآن يا مروة في وقت الدولة ومجتمعنا احنا ننقد نفسنا لإصلاح نفسنا احنا ما نستنى أحد يجي يقول لنا وين وزارة الصحة وين وزارة التجارة احنا حكم نفسنا واللي شفته أكبر دليل على أنه كلامي صح فأنت يا دكتور فاشينيست ترى مو مخذينك في عرب عيدل فما لداعي خلاص ما في داعي ميكوب ما جاوفت الحين على سؤالنا نسألك قبل الفاصل هل يؤثر هل يؤثر على الحياة الزوجية هل المرأة رح تصير تبغى يعني زوجها هيكون نفس الدكتور التجميل اللي قاعد يسوي لها تجميل أو يؤثر على أشخاص أخرى داخلين في العلاقة الزوجية ما ندري يقدر هذه أمور شخصية نخرج عن خارج طار نقاشنا خلنا نسألك سؤال ثاني دكتور ممكن نشوف أيضا عمليات التجميل اللي قاعد يسوونها السيدات ممكن نشوف رجال كمان قاعد يسوون هذه العملية لكل عملية المرأة يعملها في لها مقابل للرجل في عمليات تكبير صدر في عمليات ما تحت السرة يعني هذه كيف رح يسويها الرجل عمليات تكبير الصدر في الناس اللي عندهم تثدي بيعملوا شرف دهون والناس الرياضيين من ضمنهم بعض الممثلين الأجانب بيحطوا حشوات للصدر أساس تظهر مظهر العضلات أما عمليات ما تحت السرة كما هي موجودة للرجل موجودة للمرأة موجودة للإثنين وهو حق مباح إيش هي معايير وزارة الصحة بالنسبة لعمليات الرجل عمليات التجميل للرجل خلنا بعيدا عن الأطباء إحنا خلنا نتكلم عن الناس العاديين وزارة الصحة عندها معترفة بعدد معين من العمليات المتعارف عليها عالميا زي ما بنقول الجمعية الأمريكية لجراحين التجميل أو الجمعية الأوروبية نفس الشي عندنا الجمعية السعودية لجراحين التجميل كمثال للرجل ومرأة الحلو في وزارة وحلو في الطب إحنا ما عندنا مرأة ورجل وهذا مدخل حريم ومدخل رجل إحنا عندنا شخص هو إمرأة أو رجل وهذه القوانين التي تسرع عليه أرجوك لا تقول لها الكلمة هذه الأنس رح يفهمها غلط وبالتالي رح يروح يسوي تجميل اللي هو تجميل الخشم وتجميل الشفاية الرجل ممكن يعمل عملية تجميل أنف يتسار له حادث وانكسر أنفه أو كان أنفه جدا قبيح ياما زوجات يجيبوا رجالهم يقول لك والله يا دكتور أنفه مرة مزعجني فلازم نصغره يصير شكله مهندم ليس معناته عشان سوى شكل صغر أنفه وصير شكله أنثوي في الأنف الرجل الرجولي يجي شكله برضو جميل ليس معايير الجمال في الرجل مختلفة يعني لماذا يجي رجل يسوي لك غمازة ولا يجي يسوي تحديد الفكين اللي هي تكساس يعني وليزر هير ريموبل عادي أمور شخصية مروحة أنا ما أعتقد هي يعني كل الإنسان يتوجهاته لأراء الشخصية هو المحاسب عليها سؤالنا الأخير لك يا دكتور متى رح نشوفك دكتور فاشينيستا؟ أو أنا جلبت بستسكار فناتوقات أموردي فاشينيستا يعني يسألوني أكثر من شخص على تويتر الدكتور محمد خالي رح يكون بكرة ضيفك هل هو مسوي تجميل؟ الحقيقة ما سويت أي عملية يسألونك يعني جاوب الحقيقة ما سويت أي عملية تجميل عندي حتى أثار جراحة ومن هنا ما شلته لأنه عملية التثميل زي ما قلنا في الحلقات السابقة عملية نفسية 100% وهذا شيء ما أثر عليه نفسي يعني ما سويت بوتوكس ما سويت ميزو ثرافية لا 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 سويت بوتوكس كنتنا بنعلم مجموعة من الأطباء المقيمين فكانوا لازم يحتاجوا أحد فسووه فيه فلقيت قعت محاجب مختلف لمدة ثلاثة شهور ميزو ثرافية ما سويت فراكشن الليزر جربت في بعض الأحيان الإنسان لازم يجرب الشغلة على نفسه قبل ما يعرضها على الناس ولكن مو معناها تعييه في يوم من الأيام قد يصير إذا كان هذا الشيء أنا أعتشد ممكن نشوفك مستقبلا تمشي مع الموضة أول وتشير دكتور فشمستة؟ أكيد يا مروه أول ما يقبلوني في عرب آيدل أكيد حسوي كل العمليات هذه وأروح شكرا لك دكتور ياطيق ألف عافية اليوم نوماتنا شكرا في فتفضة مع محمد خان ياطيق ألف عافية الله يحب ليكي مروه شكرا